انا الدكتور هاني نصر ستياسة بوجرحة العيون ورئيس قسم العيون في المستشفى الديمي النهاردة هنتكلم على السكر وتأثير على العين من المعروف ان السكر هو المرض سائد في العالم وفي مصر له نسبة معينة من السكر من الناس من السكر حوالي 15% من الناس اتأثروا بسكر الحقيقة السكر من الامراض اللي هي لو اتشخاصت بدري مضاعفاتها بتقل السكر بيبقى فيه نوعي من السكر سكر بيجي خلقي الاطفال وسكر بيجي الكبار واحب يتعالج بالانسودين واحب يتعالج بالادوية المدرة للانسودين هو الكبار نهاردة نتكلم على تأثيره للعين السكر بيأثر عليك حاجات كثيرة في العين نبتدي من كده من الاول انه بيزود حدوث المية البيضة عند الناس بيزود حدوث المية الزرقة بيأثر على الشبكية والاهم جزء بالنسبة لنا لانه ده المريض ممكن ببقاش واخد باله ان فيه تأثير على الشبكية غير ما ييجي مرة نراح للاقي ان عنده انفصال شبكي او عنده نزيب في الشبكية من غير ما يكون هو حس علشان كده احنا دايما دازل نقول المرضى السكر الفحص الدوري للشبكية ده اهم حاجة عنده طبيب الايون كل ست شهور احنا نقول لو في اول سكر بقاله خمس سنين يبقى كل ست شهور يبقى فحص الدور للشبكية لو عنده بقاله عشر سنين يبقى كل ثلاث شهور تأثير ايه اللي بيحصل في الشبكية بيحصل ان بيحصل ان بيحصل اوعدة موية تكاثرية في ال عوائي الدموية التكاثرية دي تؤدي علي نزيف الشبكية guessing نزيف الشبكية ؟ حت quar 힘들 الصيف بعدها واساعت ممكن يؤدي учيء الارتشاح في مقلة العين نتيجة اوعدة مويّة تبقى ضعيفة في اصل الارتشاح في مقلاة العين في مقلة على الرؤية الحقي音 كل الحاجات دي شغير هذهاص آپس جائن الاخبض , كل الحاجات دي سهل علاجها لو هي اشخاص البدري يعني على سبيل المثال لو فيه أوعيد دموية تكاثورية بتعمل الليزر لكي هذه الأوعية وكي الشبكية حتى تتلاش هذه الأوعيد دموية تكاثورية لو فيه رشح في مركز الإبصار بيتعالج دلوقتي فيه علاج بقاله فترة 87 كويس والحقن المادة مضادة للارتشاح في الشبكية التشخيص المبكر بالفحص قاع العين وفيه فحوصات معينة حاجة اسمها أشعة مقطعية على الشبكية دي بتبين اللي كان فيه أي رشح في الشبكية بادري فلو قد يحب يخش تناول العلاج بادري فالنتيج بتبقى أحسن بكثير طبعا لقدر لها جات في حالة متأخرة برضو نازل لها علاج لو فيه نزيف جسم اللجاجي أو انفسار شبكي بتعمله عملية استقصال جسم الزجاجي وعلاج الإصلاح وحقن زيتس وزيت سيليكون أو غاز في الشبكية كل حاجة لا حالة لكن أهم حاجة طبعا كل ما منتشخص المرض بادري كل ما نعتاج للعلاج بتبقى أحسن النهاردة احنا كمان عارتنا نتكلم ان السكر مرب المريض ممكن يتعايش معه ويمرب معه بسلام والمرضى ما تخافش بس أهم حاجة انها او ما تحس المرض للسكر او ما يحس فيه بتغيير في رؤية بتاعته الذي يتجه مباشرة الأقصائي او استشاري ليون البحث اشتركوا في القناة